بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر سيكس بارت سيفن رينفورسمينت ديفيلوبمنت لينس بنتعلم ازاي نحسب ال ال دي اللي هو الديفيلوبمنت لينس اولا ايه هو ال ال دي بنقول هو شورتست لينس اوف بار ان هوتش زبار استرس كان انكريز فروم زيرو توزا ييلد استرنت اللي هو اف واي يعني انا لو عندي باره وده توزيع الاسترس اللي عليه فبنقول ان هو بيبدأ من زيرو لغاية لما بيوصل قيمة اف واي المسافة دي بنسميها ال ال دي طيب الديفيلوبمنت لينس دي زم احنا شايفين هنا ادي البار اللي عندي البار دوات معرض طبعا الى مومنت من الجهتين ده توزيع الشير استرس او البوند استرس اللي موجود زم احنا شايفين القيمة بتزيد وتقل بين نهايات السيخ اللي موجود بعد كده عايزين نحسب ال ال دي انيوي ال ال دي دوات لازم يبقى اكبر من او يساوي 12 انش according to the ACI code طيب ايه العوامل اللي بتفرق معانا في حسابات ال ال دي اللي هو ال الديامتر بتاع البار فاحنا عندنا حالتين لاما number 6 and smaller او number 7 and larger bars يعني الاسياخ اللي اكبر من 7 هنا من 6 او اصغر فبنقول له ال clear spacing بتاع البار اللي عندي or spliced not less than the diameter بتاع البار the clear cover not less than the diameter بتاع البار and the stirrups or ties throughout ال ال دي not less than the code minimum or the clear spacing of bars being developed or spliced not less than اتنين ال الديامتر بتاع البار and the clear cover not less than the diameter بتاع البار في الحالة دي هنحسب ازاي بنقول لو انا عندي number 6 او اصغر اللي دي على الديامتر بتاع البار بيساوي f y في مجموعة الفاكتورز اللي هي alpha بيتا في لندا على 25 جزر f c طيب في الكيس التانية f y في alpha بيتا في لندا على 20 في جزر f c طيب other cases عندي بنقول انها l d على الديامتر بتاع البار ثلاثة f y alpha بيتا في لندا على 50 هنا على 40 نفس البسط هو هو ولكن الفرق فين في المقام يبقى معنى اي اي ازر cases يعني اي كيس مش موجود فيها الشروط اللي تكلمنا عليها في الكيس السابقة طيب المعادلة دي هتنبص فيها شوية اللي هي l d على d b هنلاقي عندنا فيه تحت هنا فيه قوس اللي هو c plus k c t على الديامتر بتاع ال b نخلي بانا المقدار ده دايما اقل من اتنين ونص ليه اقل من اتنين ونص علشان يأكد او يعمل safe guard حماية او safety against the pull out type failure يا ما نحن لك